تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلبة وطالبات السنوية العامة أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة من حلقات مراجعة مادة الكيميا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا الثلاثة يلا بينا كده نحضر المراجعة بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول يا شباب جالنا في امتحان السنة اللي فاتت بيقول إيه بيقول العمليات التي تؤدي إلى الحصول على حمض الأساتيك آه طب حمض الأساتيك C-H-3-C-O-H كلنا عارفين من أستات السوديوم طيب أستات السوديوم اللي هي إيه يا شباب اللي هي C-H-3-C-O-N-A كويس في الظروف المناسبة هي طيب إيه رأي حضراتكو أنا عايز أحصل لازم طبعا حراك تقرأ الاختيارات اللي موجودة عند حضرتك تسخين شديد ثم تبريد سريع تمام كده طيب وبعدين حضرتك بيقول لك احتراق ثم هيضارة حفزية ثم اختزال طيب ولا تقتير جاف وبعدين تسخين شديد ثم تبريد ثم هيضارة حفزية ثم أكسادة ولا تقتير جاف وهيدارة حفزية ثم اختزال ولا تسخين شديد ثم هيضارة حفزية ثم أكسادة طيب بص يا دكتور طالما عند حضرتك أستات سوديوم يبقى لازم تبدأ بالتقتير الجاف فهمت إزاي؟ لازم انت ما عندكش تفاعل تاني لأستات سوديوم إلا التقتير الجاف ركز وبالتالي أنا هبدأ بالتقتير الجاف تعال كده يبقى ادي بلس ن ا ا ا ا ا ا اتش في وجود حضرتك عارف في وجود س ا ا ا ا و حرارة طب ده يدي ايه؟ هيدي غاز الميسان طيب طالما حصلت على غاز الميسان اعمل له ايه بقى بعد كده؟ اه اقدر غاز الميسان اعمل له تسخين شديد 1500 1500 ثم تبريد سريع اعمل هنا تبريد سريع يوم يديك ايه؟ يوم يديك الايساين طب كلام جميل طب وبعدين خد الايساين بقى اعمل له هيدارة حفزية حط له مية حط له مية طبعا في وجود الشروط اللازمة طب ده يدينا ايه؟ اسيتالدهايت اسيتالدهايت طيب وبعدين خد بقى الاسيتالدهايت اعمل له عملية اكسادة تمام؟ بالبرمنجنات المحمدة مثلا يوم يديك ايه؟ يوم يديك حمض اساتيك يوم يديك حمض اساتيك طيب يبقى ايه بقى اللي يقابل الكلام اللي احنا كتبناه ده؟ ايوه برافو عليك يبقى هناخد فقرة ايه؟ هناخد فقرة بيه تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا نكمل كده مع بعض السؤال التاني بيقول لها حضرتك بيقول لك أوليفين تمام؟ عدد الزرات الكل في الجزء الواحد منه بيقول لي كم بقى؟ بيقول لي 18 طيب اوكي وبعدين وبيقول فان عدد ايزوميراته غير المتفرعة خلي بالك من الجملة دي بيقول لي الايزوميرات الغير متفرعة طيب هتبقى كام؟ هو طالما 18 وهو أوليفين تمام؟ اه أنا عندي الأوليفين عبارة عن ايه؟ سي ان اتش تو ان تمام؟ بيسوي كام؟ بيسوي 18 اوكي طيب انت عارف حضرتك ها السي بكام؟ ايوا بـ 12 تمام؟ طيب يبقى يبقى السي المركب كله على بعضه بـ 18 طيب يبقى السي بكام؟ والاتش بكام؟ ايوا يبقى سي 6 اهو سي 6 اتش 12 ممتاز اجمعهم كده يبقى يطلع ايه 18 طيب معنى كده ايه؟ انه ممكن يبقى 1 2 3 4 5 6 ممتاز طالما هو أوليفين يعني الكين تبقى على الأولى يبقى اسمه 1 هكسين طب ممكن تنتقل يا جماعة وتيجي على التانية يبقى اسمه 2 هكسين طب ممكن تنتقل وتيجي على التالتة يبقى اسمه 3 هكسين اه يبقى انا كده عندي كم ايزومار يا جماعة؟ ايوا برافو عليك يبقى عندي كده ايه؟ ثلاثة ايزومار تمام؟ يبقى الإجابة ثلاثة طيب تعالى حضرتك كده نشوف السؤال اللي بعده؟ بيقولي المركب اللي قدامنا ده حسب نظام الايوباك هل هسميه 2 فينايل 3 ميسايل ولا 2 و 3 سناي ميسايل 2 و 2 ولا 2 ميسايل 3 فينايل بيوتين ولا 2 ميسايل 3 فينايل 2 بيوتين طيب بصوا يا شباب معايا كده عشان عايزين نركز كويس حضرتك هنا C6H5 دي ايه؟ ايوا دي مجموعة فينايل اهي طيب تمام؟ طيب وحضرتك CH3 ده ايه؟ دي مجموعة ميسايل طيب الفينايل حراك عارف ببدأ بالPPH اه فينايل طيب والميسايل حرف الام طيب يا جماعة مين اللي ترتيبه الأبجاد الأول؟ برافو عليك حرف الام؟ اه يبقى إذا انا رقم الشمال اليمين؟ يبقى هنا واحد يبقى هنا اثنين يبقى هنا ثلاثة يبقى هنا اربعة مزبوط؟ طيب يبقى لما اجي سام يبقى اقول ايه؟ ايوا اقول اثنين ميسايل اثنين ميسايل وعلى ثلاثة في مجموعة فينايل برافو ماشي يبقى اثنين ميسايل وثلاثة فينايل طيب وعلى رقم اثنين الربطة المزدوجة يبقى اثنين بيوتين برافو عليك يبقى اثنين ايه؟ بيوتين طيب تعال كده ايوا هي ايه اتنين ميثايل تلاتة فينايل اتنين بيوتين ايه اللي خلانا رقم من الشمال الترتيب الابجادي الترتيب الابجادي تعال نشوف السؤال ايه اللي بعد كده بص اده كده بيقول لحضرتك ايه من المخطط التفاعل قدام حضرتك ده ايه سي ان اتش تو ان او خلاص اه طيب وبعدين خلي بال حضرتك كده معايا سي ان اتش تو ان ده عبارة عن ايه عبارة عن الكين طيب اما يبقى معاك الكين ومعا او الصيغة القانون بتاع الكين ومعا او يبقى ده في هنا احتمالين يا مستر في احتمالين ايه يا اما يكون الدهايد يا اما يكون كيتون تمام طيب ادانا ايه لما عملت اكسا ده اه ادانا سي ان اتش تو ان يعني الكين تمام بلاس معا او تو طيب الكين ومعا او تو طيب ده بقى فيه يا مستر هنا احتمال يبقى ايه يا اما حمض كاربوكسيلي يا اما استر لان الاتنين بيعملوا ايزومريزم طيب يبقى خلي بالك بقى هو عمل هنا عملية ايه هو عمل هنا الاكسا ده الاكسا ده طب مين اللي يتأكسد الالدهايد تمام في الظروف العادية الالدهايد هو لا يتأكسد طب لان فاندم لما الالدهايد يتأكسد يديني ايه يديني حمض يديني حمض طيب هل هيدي حمضة اروماتي ولا حمضة اليفاتي لا يا مستر ده القوانين دي بتاعت الحمض الايه ايوة بتاعت الحمض الالفاتي جاد عم مش الأروماتي وبالتالي الحل يبقى حمضي إيه أليفاتي طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لنا إيه بيقول لحضرتك أنه الصيغة الصيغة C4H8O أنا لسه أقل من شوية أن دي CNH2N ومعها O يعني يا مستر ده الكين ومعها O طب إحنا لسه أقلين من شوية أنه لما يبقى فيه الكين ومعها O يبقى احتمال يبقى إيه يا إما ألدهايد يا إما يكون كيتون مرافو عليك طيب يبقى الصيغة دي تعبر عن آه يبقى أنا هدور على إيه يا جماعة في الإجابات تركز معايا أدور على ألدهايد وأدور على كيتون طيب بص كده بيوتانيويك بيوتانويك لا ده حمض ويك ده حمض طيب هل بروبانال أو بيوتانون أيوة صح ما هو فعلا ده ألدهايد ده هو أل وقون ده كيتون تمام كده يا شباب يبقى معنا كده خلاص يبقى احنا كده وصلنا للإجابة طبعا هنا بيوتانول ده كحل مليش دعوة بيه ويك ده حمض مليش دعوة بيه يبقى فعلا هي يا جماعة الإجابة اللي هناخدها هي حرف الإيه البي برافو عليك يلا بينا يا شباب عايزك أنت بقى اللي تحل كده ركز معايا من فضله بص يا سيدي بيقول لحضرتك إيه بيقول من المخطط اللي قدامنا ده تعالى ندرس المخطط يا شباب بيقول إيه بيقول لي إيه عمله إضافة HX هاليد الكايل مثلا HBR يا شباب واخد بقى حرفتك إزاي وإدانا بيه وبعدين عمل إضافة تاني آه بص يا دكتور طالما عمل إضافة على خطوتين يبقى أنت كده عندك ربطتين باي ماشي كده يبقى أنا عندي ربطتين باي اتفقنا طيب يبقى مثلا ده الإيه ده قدر أقول لي أنه هو مثلا الكايل E-Sign أوكي هحط عليه مستر HBR بروميد هيدروجين طبعا الإضافة هنا هتكون متماسلة خد بالك يبقى C-H دابل بوند كده وهدي هنا C-H وهحط هنا H وحط هنا B-R أو العكس مش فرقة مين ده بروميد فينايل طب وبعدين يا مستر بروميد الفاينيل ده شباب هتيجي حركة هتحط HBR مرة أخرى آه هتيجي هنا بقى هتطبق قاعدة ماركو نيكوف زي ما احنا متعودين وعارفين يبقى ال H على الرتش والB-R على البور صح كده شباب يبقى هتديك إيه هتديك C-H-3 وبعدين هنا C-H وهنا B-R وهنا B-R طب حلوة طب المركب الأولاني ده اللي هو فيه B-R بروميد الفاينيل ده مشتقل الألكين طب والمركب التاني ده اللي هو وان وان ها سنائي برومو إيسان يبقى ده مشتقل ألكين بالضبط كده يبقى الأي ألكين اتفقنا ويبقى ال B مشتقل ألكين زي ما اتفقنا و C مشتقل الألكين يبقى إذن يا شباب لما نيجي بقى كده نشوف الإجابة فعلا الإجابة هي B يالله بينا نشوف السؤال اللي جاي وعايز حضرتك تركز معايا كويس جدا بص يا شباب بيقول لي إيه بيقول لي يا شباب ناتج الهيدرة الحفزية للبروباين طب يالله بينا كده البروباين عبارة عن CH3 C Treble Bond CH أهو تمام يبقى ده بروباين طبعا تعمل أي دارة حفزية يعني إيه أي دارة حفزية إضافة مية في وجود طبعا إيه العوامل الحفزة المناسبة H2 SO4 تركيز 40% و HG SO4 و 60 درجة سيليزية طيب إيه اللي هيحصل اللي هيحصل هنا يا جماعة إنه البروباين ده غير متماسل زي ما حركش آير يبقى معنى كده يا فندم هنا هطبق قاعدة إيه دا كاترة ماركو نيكوف طب يبقى يا بش مهندس هنحط ال H على الرتش وال O H اللي هو الشق السالب هنحطه على البور يبقى إذا أنا هيديك إيه CH3 C Double Bond وبعدين ADC H هنيجي بقى قلنا إيه على الرتش ال H آه تيجي هنا أهي طب وبعدين يا فندم ال O H على البور هتيجي هنا معاي شباب طيب ده إيه ده حضرتك طالما فيه O H يبقى ده كحل بس كحل إيه غير مشابع طيب لما يبقى كحل غير مشابع الرابطة باي خلي بال حضرتك لما تيجي جنبيها ال O H يبقى المركب ده مركب غير مستقر وغير سابط طاقته عالية طب يعمل إيه يقوم يعمل يا مستر Rearrangement يعمل Rearrangement طب إزاي تقوم حضرتك الرابطة باي دي تقوم جاية هنا تتزبط نفسها كده تبقى بين C وال O وبالتالي كده الأكسوجين يبقى حواليه ثلاث روابط يعمل إيه تقوم جاية ال H هنا تقوم جاية ال H على الكربونا إيه اللي في الأول يبقى المركب يبقى CH3 C double bond O وهنا CH3 مين ده يا جماعة ده يا مستر يأما تقول عليه أسيتون يأما بروبانون كيتون كيتون تمام يبقى إزا يا جماعة لما أجي أخد الإجابة ها أخد عنه بقى يا شباب برافو عليك هنأخد فقرة إيه به في حتة بقى مهمة عايز أقولها إيه هي الهايدرة الحفزية للأسيتيلين تدي أسيتالضهايت تدي ألضهايت لكن خلي بالك من القاعدة دي الهايدرة الحفزية لأي ألقاين تاني تدي كيتون سواء كان بروباين سواء كان بيوتاين سواء كان بنتاين هيديك كيتون تفاعل يا شباب ولما تيجي ترقم عشان الكيتون رقم من الطرف القريب لمجموعة الكربونايل تمام كده طيب يلا بينا يا شباب نشوف مع بعض كده السؤال اللي جاي بيقول لحضرتك إيه بيقول لك التفاعلات الآتية بتحدث في الظروف المناسبة للمركبات X و Y كما هو موضح بيه المخطط وبالتالي المركب Z يبقى يا شباب ده عبارة عن إيه بص بق حضرتك ده X أوكي عملت له إضافة مرتين أنا لسه أل حضرتك من شوية لما تشوف إضافة مرتين يبقى أوتوماتيكة لهذا المركب الكاين يبقى فيه ربط 10 باي تمام كده يا شباب يبقى تعالى كده نجرب ADH C تريبل بوند CH أوكي هنحط HBR تمام دي كده إضافة متماثلة ليه لأن الكاين الكاين متماسل الإيساين متماسل طيب يبقى C دابل بوند بقى C أوكي حط هنا H حط هنا H وهنا H وحط هنا BR مين ده مستر بروميد في نايل بروميد في نايل أو برومو إيسين طيب وبعدين هتعمل هيدارة هيدارة عن إيه إضافة مية في وجود عوامل حفازة طيب تعال يا مستر ضيف المية تمام في وجود العوامل حفازة اللي احنا عارفينها H2SO4 إلى آخره هتطبق هنا بقى قعدة ماركو نيكوف ليه بقى مستر لأننا عندي هنا فيه كربونا هي دي غنية عليها 2H وهنا فيه كربونا فقيرة عليها 1H يبقى الشق الموجة بتبقى لقعدة ماركو نيكوف وهم جاي على الغنية والشق السالب بتبقى لماركو نيكوف وهم جاي على الفقيرة طيب يلا بينا نكمل هيبقى CH3 أوكي وهنا CH أهي وقادي هنا شباب PR وقادي هنا يا شباب ايه أو H طب مين ده يا مستر ده ده إيثانول لو اعتبرت الـ H دي حطيت لو الـ PR دي حطيت مكانها H هيبقى ده إيثانول CH3 CH2 أو H ده إيثانول طيب بس هنا فيه بروم يا جماعة على رقم كام على الكربونا رقم واحد لأننا ببدأ رقم من الكربونا اللي عليها المجموعة الفعالة اللي هي مجموعة الهايدروكسايل يبقى المركب ده شباب اسمه إيه؟ أيوة يبقى واحد برومو إيثانول واحد برومو إيثانول تمام؟ سؤال جميل جدا جالنا السنة اللي فاتت في الامتحان طيب يلا بينا يا شباب نشوف السؤال اللي جاي ركز بقى كده حضرتك معاه بيقولي المركبات الآتية تتكون بين جزيئاتها روابط هيدروجينية ما عدا؟ طيب هل حمض الأساتيك ما يكونش روابط هيدروجينية؟ إزاي يا ميستر ده حمض الأساتيك فيه COOH وبالتالي يستطيع تكوين روابط هيدروجينية طيب يا فن هل الإيثانول يقدر يكون روابط هيدروجينية؟ أكيد يا ميستر ما فيه OH يستطيع تكوين روابط هيدروجينية طيب هل سنائي هيدروكسي إيسان؟ تعال كده نشوف ADCH2 CH2 تمام؟ ودي OH ودي OH أكيد طبعا ده يقدر يعمل روابط هيدروجينية طيب هل إيثانوات الإيثايل تعال نكتبها كده يا ميستر؟ CH3 C double bond O O ودي هنا C2H5 آه الـ O مش مرتبطة بـ H يا ميستر يبقى هذا المركب لا يستطيع تكوين روابط هيدروجينية خلي بالك نقرأ السؤال كويس لأنه هو المعدة يبقى فعلا يا جماعة هناخد إيثانوات الإيه الإيثايل طيب تعال كده نشوف السؤال ده كده يا شباب بسرعة بيقول لك إيه؟ بيقول لحضرتك أنا عندي بص حضرتك بيقول أنا عندي الشكل اللي انت شايفه ده طيب من الشكل بقى اللي حضرتك شايفه ده بيقول إيه؟ المركبات A و B طيب إيه بقى يا ميستر ده؟ ده هنا فيه O H في نولية وهنا دي O H كحولية هنعمل عملية إيه؟ أكسادة تمام؟ طيب مين اللي هيت أكسد الكحول الأولي؟ آه دي مجموعة كحولية أولية يا ميستر طيب قال لي أكسادة تامة كمبليت أوكسيديشن يعني الأول هيدي اللي هيد وبعدين هيدي إيه؟ وبعدين هيدي الحمض الكاربوكسيلي آه طيب هيدينا إيه؟ طيب الإيه ده عبارة عن إيه بقى؟ هدي حلقة إيه؟ انت هتأكسد على خطوتين يوم يدي C O O H ويوم يدي أنا O H مين ده؟ حمض السلسلك آه ده المادة الأساسية لو تفتكر اللي كنا بنعمل بيها الأسبرين بس أعمل الأسبرين إزاي؟ لو فعلته مع الأساتيك هنا لأ اللي هنفعله مع الميثانول آه طيب مين اللي هيتفعل مع الميثانول؟ هل ال O H اللي هتتفعله ألا C O H؟ لا أكيد C O H طيب يبقى يطلع من هنا H ويطلع من هنا O H ويطلع ماء طيب وندخل بقى مجموعة الإيه؟ الميثايل مع الأو يبقى دي حلقة هي يا جماعة خلي بالك وقادي C O O أيوة وقادي هنا O H مستر انت هننسي تس إتش سري لأ من س إتش بس عايز أقولك أن دي مجموعة زرية اسمها سلسيلات اسمها إيه؟ سلسيلات طيب حط لي بقى الميثال كده أيوة يبقى ده كده اسمه سلسيلات ميثال مشهور بقى باسم إيه؟ الاسم الشائع زيت المروخ اللي بنستخدمه في علاج الإيه بقى؟ الألام الروماتيزمية تمام كده يا شباب؟ طيب إيبقى إيزا طلع عندي سلسلك وطلع عندي إيه يا شباب؟ وطلع زيت مروخ يبقى إيزا الإجابة هي إيه؟ جيم يبقى إحنا جده يا شباب خدنا فقر الجيم إيه حمد السلسلك وبيه سلسلات الميثال فاصل قصير ونرجع تاني مع بعض ابقوا معنا تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلت سنوي أهلا بيكم يا شباب مرة تانية يلا بينا بقى ألمك وراءتك بقى وخليك معايا السؤال الجميل ده بيقوله بيقول عند التحلل المائي لهاليد البنزين طيب هاليد بنزين هادي حلقة هادي هنا سيئل أوكي هعمل له تحلل المائي في وسط قاعدي ماشي يبقى ن ا ا ا ا ا ا ا اك واس و تحلل المائي قاعدي تمام طب ما ده شباب ده هيدي ايه ايوة يبقى حركها تشيل السي ال مع الان ايه يبقى ده كده هيدينا فينول صح كده شباب اوكي وبعدين قال لي هعمل نيطرة هتعمل نيطرة ازاي هحط هنا ها حمض نيتريك خليط النيطرة اللي احنا عارفينه حمض نيتريك والكابريتيك المركزين طيب انت عارف حضرتك الو اتش هتواجه الاستبدال فين ايوة ايوة ارثوبارة يبقى دي او اتش هيا جماعة ودي هنا ان اوتو ودي هنا ان اوتو ودي هنا ان اوتو تمام طيب ده اسمه ايه اسمه حمض البكريك طيب حمض البكريك ده هو بيقول ايه يتكون كل مما يأتي ما عدا ما عدا طيب تمام اولا نيترو بنزين لا طبعا ما تكونتش عندي نيترو بنزين ايوة هي دي اللي هو عايزها جت لنا كده ايه هي دي طب مركب حمض عديد النيترو ايوة طبعا لان ده حمض البكريك مركب حمضي عديد النيترو مادة متفجرة فعلا مادة متفجرة مادة مطهرة ايوة بتستخدم فيه علاج الحروق يبقى خلاص كده يا شباب احنا عرفنا ايه جابتنا هناخد الف نايترو ايه بنزين نشوف السؤال الجميل ايه اللي بعده كده مع بعض بصة دكتور بيقولك ايه يمكن الحصول على مي ثانوات الفينايل اه طيب انا لازم اعرف الصيغة طيب مي ثانوات الفينايل دي عبارة عن ايه A D H C double bond O O يبقى دي مي ثانوات او فورمات طيب و الفينايل اه دي يا مي ستر الفينايل C6 H5 اه تمام في الظروف المناسبة من ايه طيب تعالى هنا مي ثانوات دي جاية من ايه جاية من حمض الفورمك اه من حمض الفورمك طيب و الفينايل دي جاية من اين اه دي جاية يا مي ستر من الفينول بص كده حضرتك اهو اه دي من الفينول تمام كده طيب يبقى يدينا ايه يدينا فورمات مي ثايل او مي ثانوات ايه او مي ثانوات في نايل طيب يبقى في الظروف المناسبة طبعا يعني احيانا بنحط حاجات كده قبل التفاعل المباشر ده المهم في الاخر يا مستر هيديك ايه اه هيدي مي ثانوات في نايل يبقى الاصل انا جبت حمض الفورمك وفعلته مع حمض الايه مع حمض الكربوليك اللي هو الفينول يبقى اذا الاجابة هي ايه جين طيب يلا بينا نشوف السؤال ايه اللي بعد شوف بيقولك يا شباب بيقول لحضرتك للحصول على سوداسي كلورو ايثان اه يعني هنا سي سي ال ثري وهنا سي سي ال ثري سوداسي كلورو ايثان من اين من ال ايثاين من ال ايثاين اه يبقى ايه سي تريبل بوند سي ايه عايز تحصل على ايه على المركب اللي قدام حضرتك ده تمام يلزم اجراء العمليات الايه الاتاية طيب هنعمل ايه بصعد بيتك اضافة كلور جميل ثم نزع هيدروجين لا طبعا ممكن اه ممكن انزع ممكن انزع بس يعني هنزع بايه تعال نقرأوا نكم اضافة هيدروجين اضافة هيدروجين ثم اضافة كلور ولا اضافة كلور اضافة كلور طبعا انا هنا عندي اتنين رابطة باي معايا شباب يبقى انا هنا محتاج اتنين مول طيب ثم استبدل الهايدروجين تعانج الرابطة كده تمام هي دي محتاجة ايه تجربة يا شباب طبعا انا هنا هضيف اتنين مول كلور صح كده طيب اما اضيف اتنين مول كلور هتكسر الروابط دي هيددي اتش سي وهادي هنا رابطة واحدة ادي سي اتش ادي هنا كلور وهادي هنا كلور وأدي هنا كلور وأدي هنا كلور واحد واحد واثنين, اتنين ربع كلور وإيثان طب بعدين محتاج اهنا هنا استبدل الهايدروجين آه أستبدل الهايدروجين طيب يبقى هنا بقى حط اتنين مول بقى بعد كده كلور اهو ليه بقى عشان أستبدل الاتنين اتش دول ويطلع اتنين اتش سي ال ويخش مكانهم ها كلور وكلور آه يبقى يدين هنا سي سي ال ثري ربطة سي سي ال ثري يبقى ده اسمه يبقى اسمه سوداسي كلورو اي ثان تمام يبقى فعلا اضافة كلور ثم استبدال الهايدروجين تمام شباب يلا بينا نشوف السؤال اللي بعد كده بص يا سيدي بيقول لحضرتك ايه بيقول لك المركب اللي قدامنا ده اسمه بنزالدهايد وده ابن عمل اسيتالدهايد انت عارف الاسيتالدهايد حضرتك سي اتش سري سي اتش او بس ده ابن عمل ايه الاروماتي كويس اوي بيقول لحضرتك يا ترى هيدي انت هتعمل نيترى نيترى بايه بخليط الحمد النيترى حمد النيتريك والكابريتيك المركزين حضرتك عارف الكلام ده طيب يا دكتور هل هيدي اورثو نيتروبنزالدهايد ولا بارا ولا هيدي متى ولا خليط من اورثو والبارا تعالى نشوف مجموعة الفورمايل دي مجموعة الفورمايل دي عباره عن ايه شباب سي دابل بوند او اتش او مجموعة غير مشبعة مجموعة غير مشبعة فيها رابطة باي لما تكون المجموعة الغير مشبعة أو المجموعة الموجهة بنسميها مجموعة موجهة فيها رابطة باي تمام؟ أي أن كانت مجموعة نايترو مجموعة كربونايل مجموعة كربوكسايل مجموعة فورمايل زي اللي قدامنا طالما فيها رابطة باي يبقى توجه لاستبدالي فين؟ الموضع متا آه يبقى تيجي هنا فند مجموعة النايترو في الحتة دي بالزبط تمام؟ يبقى إذن يا شباب ناخد الإجابة إيه؟ أيوة متا نايترو بينزالدهايد ليه؟ لأن مجموعة الفورمايل من المجموعة التي توجه إلى الموضع متا نتيجة أنها غير مشبعة طيب تعالوا يا شباب نشوف السؤال اللي بعديه بيقول إيه؟ بوصفا بيقول لحضرتك عدد مولات الهايدروجين اللازم إضافاتها إلى واحد مول من سنائي فينايل أسيتيلين آه طيب الأسيتيلين كلنا عارفينه H-C-Tribble Bond C-H طيب هو عمل إيه؟ هو شال الإتشتين وحط مجموعتين فينايل طيب يلا بينا آه دي مجموعة فينايل آه يا مستر تمام؟ فيها طبعا ثلاث روابط باي ودي كمان مجموعة فينايل تانية مستر أيوة برضو فيها ثلاث روابط إيه؟ باي طيب أنا بقى هنا محتاج كم مول من الهايدروجين كم مول عدد مولات الهايدروجين اللازمة للتشبع بيساوي عدد روابط باي لا تانية مستر عدد مولات الهايدروجين اللازمة للتشبع بيساوي عدد روابط الباي دي قاعدة آية فاندة قاعدة طيب أنا عندي هنا ثلاثة باي وعندي هنا جماعة طبعا في واحدة سجمة وفي عندك اتنين باي عندك اتنين باي بلس عندك هنا كمان ثلاثة باي اجمع رأي كده اه ثلاثة وثلاثة واثنين يبقى كام يا دكتور يبقى تمانية يبقى الاجابة تمانية ايه تمانية مول طيب خد بالك بقى لو في مركب كده تاني مركب تاني ممكن يدهولنا اسمه ايه اسمه خلي بالك ده في نايل فى بقى مركب اسمه في نايل اسيتيلين الطب الفي نايل اسيتيلين ده عامل ازاي بص يا شباب ادي الاسيتيلين هو اللي احنا عارفينه اهو تمام واحط المفروض هنا اتش بدالها بقى حط مجموعة في نايل احنا عارفين مجموعة الفي نايل przedsiębiorا اللي هي ايه يا شباب اللي هي اسيلين منزوع منه اتش اه يبقى بص حضرتك هدي سي وهدي الاتش اهو ودي هنا دبل بون ودي هنا سي H2 E-Celine زي ما اتفقنا منزوع منه H عد طب هنا في الفاينيل خلي بالك الفارق بين الفاينيل والفينايل دي مجموعة فينايل تمام لكن دي هنا مجموعة فينايل خلي بال حضرتك طيب هنا حضرتك في كاميرابطة باي هنا في واحد طب وهنا في كاميرابطة باي هنا في اتنين آه يبقى لو جالي بقى مركب زي ده فينايل اسيتلين تمام آه يبقى ايزا هنا في واحدة ايزا محرك شايف وهنا في اتنين يبقى هنا تلاتة ايه تلاتة مول تمام طيب تعالوا يا شباب كده نشوف السؤال الجميل اللي بعد ده بيقول لحضرتك ايه بيقول لحضرتك التفاعل الاتي بيوضح عملية الايه التكسير الحراري الحافزي للمركب واي اوكي ادنة بي ادنة اتنين سي تلاتة اتش ايه اتش ستة ده اللي هو الكين بروبين تمام يبقى اللي هيطلع التاني ده الكان طيب فاذا علمت ان المركب بيحضر من التكتير الجاف لملح مين الملح ده يا جماعة اه خلي بالك كده اديكربونا واربعة يبقى خمسة يبقى اسمه ايه بنتانوات سوديو بنتانوات سوديو اوكي طيب هنعمل له عملية ايه تكتير جاف طب يلا بينا كده يا شباب يبقى هنحط هنا ان اي اي و اتش وهنحط هنا سي اي او وحرارة جير سودي زي ما حضراتك عارف اهو بنشيل كل ده اهو شايف ازاي وبيدي ان اي تو سي او ثري طب وبعدين يا مستر ال اتش هترجع ليه ايه ليه مجموعة الالكايل C4H9 يبقى هيدين C4H10 مين ده مستر بيوتان اوكي طيب انت عارف ان التقطير الجاف افكرك بيقلل عدد زرات الكربون بمقدار واحد شاطر يعني بنت يدي ايه بيوت طب و بعدين يبقى اذا حضرتك ده عبارة عن C4H10 اه البيوتان اللي بنحطه في انابيب البوتاجاز صح كده طب و بعدين هنجمع بقى في عندك هنا اتنين في تلاتة بستة كربون اه يبقى هنا في ستة كربون ماشي وهنا عند حضرتك اتنين في ستة باثناشر هيدروجين اه يبقى في عندي هنا H12 هيدروجين اجمع بقى الاتنين دول يديك ايه يبقى C10 تمام كده يا شباب C10 طب والH12 و10 يبقى كام H22 مين ده مستر C10 H22 ده الكان C10 H2N زاد 2 يبقى مين بقى ديكان اه يبقى ده عبارة عن ايه يا جماعة ديكان تمام يبقى معنا كده فندم اخد بقى الاجابة ايه ايوا برافو عليك يبقى هاخد الديكان والبيوتان يبقى هناخد فقرة ايه الف سؤال جميل جدا طيب تعالوا يا شباب نشوف السؤال اللي قدامنا ده مع حضراتكم السؤال بيقول ايه بيقول لحضراتك الصيقة البنائية المركب اتنين ميسايل اتنين بيوتين طيب يبقى حضراتك هترقب منين من الطرف الارب للربطة المزدوجة لازم طيب وعلى رقم اتنين في مجموعة ايه في مجموعة ميسايل تمام طبعا انا هستبعد ده خالصة هوا يا شباب ليه بقى لان ده بروبين ميس ايس بروب اه ده بروبين ماينفعش وكمان يا جماعة هستبعد ده كمان ليه ميستر عد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ده بنتين ماينفعش ماينفعش طيب وكمان هستبعد ده يا جماعة ليه يا فندم لان ده حضرتك اتنين بيوتين بس فين الميسايل يا ميستر مفيش ميسايل يبقى الاجابة هيا دي اهو اه بسجرة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة بالرقب من الطرف القريب ليه الرابطة المزوجة يبقى اذا المركب ده اسمه يا شباب اتنين ميسايل اتنين بيوتين يبقى هي فعلا هي دي الاجابة صح كده يا شباب طيب تعال حضرتك نشوف السؤال الجميل اللي بعده ده بيقول لحضرتك بيقول يا فندم للحصول على مركب يستخدم كمبيت حشري من كربيد الكالسيوم اه اه المركب الالفات اللي احنا بنستخدمه كمبيت حشري ايه هو الجاميكسان الجاميكسان طيب انت هتحصل عليه من اين من كربيد الكالسيوم من C A C 2 طيب ازاي من كربيد الكالسيوم تحصل على الجاميكسان اول حاجة هنقط مية هادي مية تمام دروبس هادي ايه هادي C 2 H 2 اي ساين مش كده يا شباب و سي اي او اتش باي تو طب و بعدين و بعدين هاخد بقى الاي ساين ده اعمله عملية بالمارة حلقية يبقى هاخد تلاتة بقى هاخد تلاتة مول من الاي ساين في وجود ريد هوت نيكل تيوب انا بيب من النيكل مسخنة اللي احمرار يوم يدي لحضرتك ايه يدي لحضرتك بنزين عطري اوكي طيب بعد ما جبت بقى بنزين عطري انا عايز لشامكسان اللي هو سوداسي كلوروهكسان حلقي اعمل ايه اعمل تفاعل اضافة اضافة ايه تلاتة مول كلور تمام في وجود ضغط وحرارة وحفاز عشان اكسر التلات روابط اللي جوه يبقى يديني ادي كده ده هكسان حلقي طب و بعدين هحط هنا بقى جماعة هنا كلور على كل زرة كربون بالمنظر ده اهو اه يبقى ده فاندي باسمه ايه بقى ده سي ستة اتش ستة سي ال ستة ده اسمه سوداسي كلوروهكسان حلقي او اسم الشائع بتاعه جامكسان وده يا شباب احنا بنستخدمه كايه بنستخدمه كمبيت حشر طيب فين بقى الكلام ده بص حضرتك هو تنقيط مية ايوا هي تنقيط مية طب و بعدين بالمرة اهيه بالمرة و بعدين هالجنب الاضافة فعلا حصل هالجنب الاضافة ويبقى الاجابة الف تعال نشوف السؤال الجميل اللي جاي ده جماعة بيقول ايه بيقول لحضرتك القاتي بيقول عند التحلل المائي في وسط حميضي اه يبقى عندي هنا وسط حميضي يا جماعة ها اتش موجة لإيه ثانوات البيوتايل فاين مما يلي يعتبر احد ايزوميرات كحول للناتج اه هنا بقى لازم حضرتك تمسك الورق والقلم وتقول لي ايه ثانوات البيوتايل ده رمزه ايه يلا بينا ادي سي اتش سري سي او او اه يبقى ده ايه ثانوات حلو طب والبيوتايل البيوتايل يبقى سي اربعة اتش تسعة طب انت هتعمل ايه تحلل المائي حميضي اتش او اتش تمام في وجود اتش موجة طيب اي عملية تفاعل للإستر يا ولاد تخدها قاعدة اكثر من النص من هنا شايف ازاي ده ايه ده مستر في أي استر اه في أي استر اكثر من النص طب و بعدين الاو دايما يا شباب تحطي لها الاتش الاو حطي لها الاتش هيبقى هنا هسي فور اتش ناين تمام تمام المجمورة البيوتايل ده او اتش و يبقى يديك بيوتانول اه تسعة ازاي يبقى ده مين يا مستر بيوتانول اوكي طب و بعدين الباقي يرجع للCO جزء بتاع الحمض يبقى الOH دي ترجع للCO يبقى يديك حمضة اسيتيك يبقى CH3COOH تمام كده يا شباب طيب هو بقى بيقولك ايه اي مما يلي ايزومر للكحول طيب انت عارف حضرتك الايزومر بتاع الكحول تمام هو الكحول عبارة عن ايه القانون بتاعه CNH2N زائد اتنين وO الكانوا معه O مين اللي بيشترك معه في القصة دي اه قلنا دا كحول او إي سير خلي بالاكمل ايزومر إزمات اه يبقى دا إي سير يبقى انا ممكن اجيب ايزومر إي سير تمام يكون يحتوي على ايه يحتوي على نفس عدد C والH والO طب انت عندك كم C أربعة كم H عشرة عشرة تمام يا جماعة وحدة O طب تعال كده مين عندي هنا اللي C أربعة H عشرة بطسه هنا اهو ادي سي أربعة اهي ودي H سبعة وثلات عشرة ودي الأو طب دا يا فاندم ايه دا إي سير بقى آآ إي سير ميثايل بروبايد يبقى انا هاخد فعلا فقرة ايه فقرة دي تمام كده يا شباب فاصل قصير ونعود مرة أخرى ابقوا معنا شباب تلتة سنويه هانت خلاص انا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلتة سنويه تلتة سنويه تلتة سنويه هانت خلاص انا قدي التحدي خطوة كمان والبكرة هعدي تلتة سنويه أهلا بيكم يا شباب بعد الفاصل تعالوا بقى نكمل كده الأسئلة الجميلة اللي احنا منشوفها النهاردة بيقول لحضرتك إيه؟ بيقول لحضرتك التفاعلات الآتية تحدث في ظروف المناسبة للحصول على المركبات B و C و D أوكي كما يالي بص A حط N A O H و C A O حرارة إيه ده؟ ده تقتير جاف أيوة فاند الداني B طب كويس ال B عمله هالجانة الداني C أوكي السي حطله K و H مائية والغليان آه ده يدينا ايه؟ يدينا D تمام طيب يبقى معنى كده ايه شباب طالما K و H مائية والغليان يبقى الده ده عبارة عن ايه؟ كحول طيب ده كلام جميل قوي طيب ال A انت عملت له عملية ايه؟ تقتير جاف تقتير جاف طيب التقتير الجاف احنا لسه إلينا يا جماعة من شوية في الجزء الأولاني ان التقتير الجاف يقلل عدد زرات الكربون بمقدار ايه؟ برافو عليك بمقدار واحد طيب يبقى معنى كده يا شباب ان انا عايز ابدأ بمركب والمركب اللي هيبقى بعديه اقل بمقدار ايه بمقدار واحد اه يعني مثلا ايه لما نيجي كده نقرى الاجابات بص يا جماعة هنا بروب وهنا بروبان لا ما ينفعش لان نفس عدد 3 تلاتة طيب هنا بروب وهنا بروب لا ما ينفعش لان نفس العدد 3 تلاتة طيب بص بقى في دي بيوت اه اربعة وهنا بروب اه ممكن ممكن الاجابة دي تبقى صحة طب شوف اللي فوقيها برضو بيوتانوات وهنا بروب اه برضو دي ممكن تبقى صحة تعالوا بقى كده خلاص احنا عرفنا يبقى الاجابة يا الف يا بيه استبعد نجيم ودال ركز معايا طب بيقولك ايه بيوتانوات سوديوم طب يلا بينا كده نكتب بيوتانوات سوديوم عبارة عن ايه سي تلاتة اتش سبعة سي او او ان اي كويس جد هعمل لها تقطير جاف حاضر اني اي او اتش و سي او وحرارة تمام يبقى بص بقى هنشيل دي كده اهو بنقلل عد الزرارات الكربون مقدر واحد اه يبقى الاتش الاتش هترجع لسي تلاتة اتش سبعة يبقى يديك سي تلاتة اتش تماني طب ده بروبان جي بعد كده عمله هالجانة مع السي ال تو تعال مع السي ال تو في وجود الترا فيلوت يو في طب يدينا ايه اه يدينا سي تلاتة اتش سبعة سي ال ايه ده كلوريد بروبايل كلوريد بروبايل او واحد كلورو بروبان لان خلي بالك الاجابتين واحد كلورو بروبان خلي بالك طب تعال كده يعني سي اتش سري تمام سي اتش تو سي اتش تو سي اتش تو سي اتش تو سي ال اه يبقى ده واحد كلورو بروبان طب واحد كلورو بروبان ده هنحط له ايه بقى يا جماعة بص هنا كي او اتش كي او اتش اكواص حرارة يبقى الكي هتاخد السي ال يبقى كي سي ال وتخش مكانها ال او اتش طب ال او اتش فين اه ده هنا هليد الكايل اوالي خد بالك يبقى يديك سي اتش سري سي اتش تو سي اتش تو او اتش مين ده يا شباب واحد بروبانول كحول ايه اولي ليه لان الكاربينول عليها اتنين اتش يا شباب خد بالك اه يبقى خلاص بقى يبقى احنا كنا شكين في الالف والبه لا كده خلاص قولا واحدا هناخد ايه يا شباب برافو عليك هناخد الف تعال نشوف السؤال الجميل ايه اللي بعديه ده يا شباب بيقول لنا ايه بص يا شباب بيقول لحضراتكو الجدوة الاتي يوضح بعض المجموعات الوظيفية لل او ال بي وال سي فان الترتيب الصحيح لهذه المركبات حسب عدد الروابط الهايدروجينية بين كل اتنين جزئ لنفس المركب تعالوا مع بعض اول حاجة يا شباب في الايه سي او او ار مين ده اه مجموعة سي او او يبقى استر يا مستر اوكي طب يا جماعة سي او او اتش اه دي مجموعة حمض كاربوكسيلي حمض كاربوكسيلي جميل جدا طب يا مستر او اتش اه الاو اتش دي قد تكون طبعا تعارف قد تكون كحول وقد تكون في نول تمام لكن هنا حسب سياق السؤال هتبقى كحول طيب بيقول لك بقى انا عايز الترتيب الصحيح حسب عدد الروابط الهايدروجينية ايه بقى اه اول حاجة هل الاستر يستطيع تكوير روابط هيدروجينية لا يستطيع ليه لعدم ارتباط ال او بال اتش زي ما تشايف ال او مش مرتبطة ب اتش هو بالتالي لا يستطيع تكوير روابط هيدروجينية طب هل الحمض يستطيع تكوير روابط هيدروجينية ايوه احنا خدنا يا جماعة الشكل ده لو تفتكروا حضراتكم ادي الحمض اهو ار سي او او اتش وادي هنا ار سي او او اتش شايف ازاي اه يقدر يكون اهو فوق رابطة هيدروجينية وتحت هنا رابطة هيدروجينية ويكون الشكل الحلق اللي انت شايفه دايب هنا يقدر يعمل رابطتين هيدروجينيتين هنا زيرو طب الكحول يقدر يا مستر الكحول R-O-H و две B-R-O-H آه يقدر يعمل بس ربطة واحدة بس بس ايه ربطة واحدة بس حلو جدا يبقى أقصى واحد يقدر يعمل ربطة هيدروجينية من ال-B يقدر يعمل ربطتين هيدروجينيتين صحة كلا شاباب طيب بعد ال-B مستر مين السي اي بدا يعمل ربطتين السي يعمل ربطة واحدة لكن الايه يعمل زيرو ربطة هايدروجينية بناءنا علي يا جماعة خدنا ايه دال برافو عليك نخلي بالنا من الاسئلة دي يا جماعة مهمة جد ركز معايا فاندم في السؤال اللي جاي بيقول لحضرتك باستخدام المخطط الاتي اي مما يلي صحيح يلا بينا كده نشوف واحدة واحدة بيقول ايه سين اه طيب سي اتش تو دابل بوند سي اتش تو اوكي هحط له بي ار تو هيدين ايه طيب يلا بينا يبقى سي اتش تو وادي سي اتش تو وهنحط هنا جماعة بي ار وهنحط هنا جماعة برضو عالكربونا دي بي ار اي باسموه ده واحدة تنسوا هيبرومو يسان طيب وبعدين راحات توفرة من الكي او اتش الايكوس طيب الكي او اتش الايكوس دي بتعمل ايه وصفتها استبدال الهالوجين بمجموعة او اتش تاني الكي او اتش الايكوس استبدال الهالوجين بمجموعة او اتش طيب يا مستر يبقى حرق كده هتستبدال الهالوجين ده ابدو او اتش والهالوجين ده بو اتش يبقى المركب الناتج بقى اللي هو البيا مستر عبارة عن ايه سي اتش تو سي اتش تو وهحط هنا او اتش وهحط هنا او اتش واحد اتش او اتش او واحد اتنين سنائي هيدروكس ايسان او بنسميه الاسلينج لايكول يا جماعة اللي احنا بنستخدمه كمان على تجمد المياه في مبردات السيارات لو حرقت فتك اه يبقى اذا المركب ده بقى عبارة عن ايه بقى يبقى الايه واحد اتنين سنائي برومو ايسان مظبوط طاب والبي اي سيلينج لايكول يبقى معنا كده يا شباب هناخد الاجابة جيم برافو على حضرتك تعال حضرتك نشوف السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لي ايه بيقول لحضرتك كل ميمالي صحيح بالنسبة للهكسان الحلقي ايه بيقول لحضرتك تعالوا نفكر بعض كده ادي حلقة هوا يا فاندم هكسان حلقي سي كام سي ستة اتش كام اتش اتناشر خلي بالك ده الكان مشبع ولكن حلقي تمام بنقول عليه الكان حلقي سايكل والكين طيب ده حضرتك يحتوي على كام زر عد كده ادي ستة واثناشر اه ده تمنتاشر يبقى ما عادة يبقى انا هاختار الغلط يبقى هي دي يبقى هي دي حضرتك اللي انا هاختارها لان هو مش اتناشر هو كام يا شباب تمنتاشر برافو على حضرتك طيب تعالوا نشوف السؤال الجميل اللي جاي ده يا شباب ونركز مع بعضينا كويس فيه بص يا شباب بيقول لك ايه بيقول لك من المخطط التالي فإن المركبين ايه وبيهما طيب ايه مستر المركب ده المركب ده حضرتك اسمه ايه خلي بالك مكان السي او فين السي اول ازقى في الحلقة ايبا ده بنزوات يبقى ده بنزوات خلي بالك طيب والاو تمام لازقى في السي اتش سري او يبقى ده ميثايل بنزوات ميثايل بنزوات يبقى جاي من البنزوك ميثايل يبقى جاي من الميثانول طيب هو بقى ايه عمل تحل الماء يعني ايه تحل الماء يعني ايتش او ايتش في وجود حمض معدني يبقى هيرجع هذا الاستر لاصله هيرجعه لايه لاصله طيب انا قلت في الجزء الاولاني والمراجعة اي تفاعل الاستر اشابه بتعمل ايه اكسر الرابطة بتاع الاستر من نص تعالي كده يبقى تكسر من هنا شايف ازاي وبعدين قلت حاجة تاني رجع لل او الاتش بتاعتها رجع لل او الاتش بتاعتها اه يبقى معنى كده مستر ها ال او هتاخد اتش يبقى يدي ميثانول سي اتش سري او اتش ميثانول طب والباقي اللي هي ال او اتش ترجع لمجموعة السي او تمام يبقى دي حلقة هي يا شباب سي او او اتش مين ده حمض بنزويك طب مين ده ميثانول اه يبقى ايه اذا يا فندم هناخد ايه بقى يا جماعة حمض البنزويك ده حمض ايه اليفاتي ولا اروماتي لا اروماتي طبعا اوكي طيب البي بقى ده ايه دك حل ميثانول دك حل ايوا هك حل اهو يبقى ناخد يا جماعة فقرة ايه ايوا برافو عليك هناخد فقرة بي تعال نشوف السؤال الجميل قوي اللي جاي ده بيقول لحضرتك ايه بيقول لحضرتك الترتيب الصحيح للعمليات اللازمة للحصول على حمض ال اي ثانيوك ايه مستر اي ثانيوك ده من ابسط مركب اليفاتي طب مين هو يا شباب ابسط مركب اليفاتي اه سي اتش فور خلي بالك لازم نبعارفين عائلة البسطاء ابسط كحول اليفاتي ميثانول ابسط ألدهايد ميثانال ابسط استر ميثانوات الميثايل لازم تبعارف الكلام ده ابسط حمض اليفاتي حمض الفورميك او الميثانويك لازم تبعارف الكلام ده كويس جدا يا شباب عائلة البسطاء طيب بيقول لك ايه انا عايز الترتيب الصحيح ليه العمليات اللازمة للحصول على حمض اي ثانيوك يبقى مين الميثان اه طيب يا فندم الميثان بقى خلي بالك هنا في عندي كربونتين عندي ادي كربونة وادي كربونة ايه التفاعل اللي انت تقدر تعمل بيه تزود عدد زرات الكربون عندك اه التسخين الشديد ثم التبريد السريع صح كده يبقى ادي الميثان اهو يا جماعة اهو تمام هسخن 1500 درجة سليزية ثم اعمل تبريد سريع رابط كوينشنج يوم يدي C2H2 زائد ثلاثة H2 اوكي طب وبعدين جبت حضرتك الاثين انا عايز اي ثانويك اعملوا بقى هيضارة حفزية طب تعال يبقى نحط كده مية يا جماعة في وجود طبعا H2SO4 40% و HGSO4 تمام و 60 درجة سليزية يوم يديك أسيتال دهايد أسيتال دهايد او اي ثانال حسب الايوباك اه يبقى انت كده عملت هيضارة حفزية طب وبعدين دهنت عايز حمض الاساتك اعمل اكسيديشن اعمل اكسادة اعمل اكسادة ايوا يبقى يديك CH3 COOH حمض اي ثانية وكيبقى عملت ايه اكسادة اه يبقى ايزا يا شباب ها تختار ايه ايه راية ايوا مرافو عليك هنختار فقر الجيم تسخين ثم تبريد وبعدين هيدارة حفزية وبعدين ايه اكسادة فاذا كان ايه وسي يتفاعلان مع الصودة الكاوية في الظروف المناسبة لذلك طيب مين يا مستر من المركبات العضوية اللي بيتفاعل مع الصودة الكاوية هما ثلاثة يا اما حمض خلي بالك معايا يا اما استر تحلل قاعدي تمام يبقى ادي حمض ممكن يتفاعل ويحصل عملية تعادل استر ممكن يتفاعل ويعمل تحلل ما يقاعدي يا اما او اتش في نولية مش كحولية ايه او اتش في نولية يعني ايه في نولية يعني او اتش لازق في حلقة البنزين يا شباب دفانا دول الوحيدين اللي يقدروا يتفاعلوا مع اللي ايه او اتش خد بالك من الحتة دي طيب يبقى هو بيقول لي ان الايه والسي يتفاعلان مع الصودة الكاوية خلاص يبقى واحد من الثلاثة دول في الظروف المناسبة والبي ما يتفاعلش مع الصودة الكاوية اه يبقى ده كحول كحول الوحيد الكحولية ما تتفاعلش فاي من الاختيارات التالية صحيحة بناءا بقى على اللي انا قلته لحضرتك ده ها يبقى الايه ده ايه ممكن يبقى ايه في نول اه طب بيه هل ممكن يبقى حمض اه طبعا ممكن يبقى حمض ايه ميثانويه طيب او اي حمض كاربوكسيلي لكن ما ينفعش ابدا يبقى ايه كحول تمام شباب طيب اختار انت بقى يبقى بناءا على الشرح اللي انا شرحته ده تختار ايه 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 برافو عليك يبقى عندك حمض بنزويك حمض بنزويك وايه كمان بقى يا جماعة اه ويدي بنزوات ميثايل طب حمض بنزويك ليه ما انت قلتلنا حمض يا مستر تمام طيب وايه كمان وبنزوات ميثايل عشان يحصل تحلل مائي يحصل تحلل مائي ايه قادي يحصل تحلل مائي قادي تاني كده يبقى من المخطط اللي قدامنا ده هو بيقول ايه زائد بي ايه يدي سي تمام اه يبقى الايه والبي ده يا اما حمض يا اما يا اما عند حضرتك كحول وقلنا ان كحول ده البي ما ينفعش ان هو يتفاعل مع الاني ايه واتش طيب وبعدين سي ده اللي هو مين بنزوات الايه الميثايل وطبعا ده بيتفاعل وبيحصل تحلل مائي ايه قادي زي ما اتفاعل طيب تعالوا شباب نشوف السؤال اللي بعده كده سريعا بيقول لنا ايه بيقول يمكن الحصول على كحول من الايثاين تعال كده نشوف مع بعض انت عايز كحول من اين من الايثاين طب الايثاين رمزه ايه سي اتش تريبل بومت سي اتش اوكي انا عايزك حول بقى يبقى الايثاينول طب هتعمل ايه الاول هعمل هيدرحة زي في وجود الشروط اللي احنا عارفينها بقى اتش تو السوفور 40% واتش جي السوفور الاخيرو يديك اسيتال دهايض ايثاينال طب وبعدين ايثاينال تعملو ايه احطي له اه هايدروجين اعمل اختزال يوم يدينا ايثاينال سي ايثاينول سي اتش 3 سي اتش تو او اتش ايبقى انت عملت ايه يبقى انا عملت اول حاجة هيدرحة ثم ايه ثم اختزال هيدرحة ثم اختزال يلا بينا نشوف السؤال ايه اللي بعده بيقول لحضرتك الجدول الاتي ركزوا بقى معايا جماعة كده عشان عايزين نفهم الموضوع كويس بيقول ايه الجدول الاتي يمثل طرق الحصول على المركبات ايه وبي وسيف الظروف المناسبة طب تعالا كده نشوف ايه ايه ده حضرتك بتحصل عليه ازاي من اجسادة الايسين اه طب ما اجسادة الايسين دي يا مستر ها يعني تفاعل باير يبقى يديك الايسلين جلايكل سي اتش تو سي اتش تو وادي هنا او اتش وادي هنا او اتش صحيح طيب الايسين اعمل له هيدرحة حفزية طب ما ده يديك ايسانول يا مستر سي اتش سري سي اتش تو او اتش طيب استر سلاسي جلسريد استر هتعمله تحل المايقة عادي ايه بقى استر سلاسي جلسريد يلا بينا كده ادي سي اتش تو او سي او ار واحد اللي هو الزيت اللي هو الزيت سي اتش تو او سي او ار اتنين ايوا سي اتش تو او سي او ار تلاتة هو ده يا جماعة استر سلاسي جلسريد اللي هو ايه الزيت طيب هحط له ايه هحط ان ا ا ا ا ا اتش هحط ان ا ا ا ا ا اتش قلوي قوي اه ده مستر ده بيدي ايه بيدي صابون وجلسرول بص استر احنا قلنا لازم تكسر ربطة من هنا فاكريل والاو دايما تاخد ايه اتش ايوا يبقى يدينا سي اتش تو او اتش وهنا سي اتش او اتش وهنا سي اتش تو او اتش مين ده يا شباب ده الجلسرول ويطلع صابون r1 coona r2 coonae r3 coonae الاخيره صابون طب ماشي يبقى ده هنا كحول سلاسي الهايدروكسيل زا ما حرق شايف يبقى ده كحول سلاسي الهايدروكسيل طيب وعندي ثنين جلايكل ده ثنائي الهايدروكسيل وعندي ايثانول ده واحدي الهايدروكسيل طيب يبقى واضح طبيعة يا جماعة هو بيقول راتبهم لي حسب درجة الغليان مين عندك هنا الاعلى ايه رأيك ايوه يبقى طبعا السي السي لماذا لانه عنده تلات مجموعات هيدروكسايل زي ما حضرتك شايف اللي هو الجلس رول طيب يا ميستر بعد السي بقى بعديه اللي عنده اتنين هيدروكسايل اللي هو الا يبقى السي الاول وبعدين الا طب وفي الاخر البي يبقى السي اكبر من الا والا اكبر من الا البي يبقى الاجابة ها انهي كده شباب اختار ايوه الاجابة جيم شكرا جزيلا لحضراتكم ارجو ان انتو تكونوا استمتعتوا بالحصة والى اللقاء ان شاء الله في الحلقات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته